أهلا بركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيفكم شو أخباركم إن شاء الله بخير طيبين طبعا هذا المقطع السريح هيكون على طريقة تحميل لعبة ريمبو سيكس موبايل على جهزة الأندرويد قبل ما نبلش مقطع يا شباب لا تنسوا الاشتراك واللايك أهلا وسهلا فيكم وفيكم تفوتوا على الدسكورد الموجود في الوصف هذا رابط الدسكورد وهذا هو الدسكورد فيكم تكتبوا هون ريمبو سيكس بجيكم مسيج بروابط طريقة تحميلها على الآيفون وآيباد والأندرويد أهلا وسهلا فيكم وعندكم ASS إلى أي استفسارات فيكم تحطونا إياها في الدسكورد طيب اللي نحتاجه حتى ننزل اللعبة طبعا هاي الطريقة هتنزلوها نظامية من البلاي ستور من دون أي روابط خارجية أو برامج خارجية طبعا هنحتاج برنامج VPN اسمه كوارك VPN هتفوتوا على الاب ستور أو البلاي ستور وتكتبوا كوارك VPN هيتطلع لكم شي اسمه سبيد كوارك VPN وتساولو له تحميل طبعا بعد ما حملنا هذا البرنامج منفتح البرنامج هيعطيكم ثلاثة أيام مجانية انتو بتستعملوه بس مرة واحدة لما تنزلوا اللعبة وبعدين ترجعوا تكنسلوه طبعا ما بدنا نحن الـ Smart Connect بدنا نروح نتصل على كندا انا رح اتصل على كندا حاليا بسوي له Connect هلا نحن حاليا متصلين على كندا هلا يالي عم يصير انتو رجعتوا على الستور وبعد ما اتصلتوا هترجعوا تفتحوا الـ App Store و هتحطوا Rainbow Six Mobile رح يطلع لكم انه انتو لازم تساولوا Registration ما حيطلع لكم تحميل للعبة بهالحالي بتكون تفوتوا على الاعدادات تبعية الـ Play Store بتفوتوا على Storage وبتساولوا Clear للديتا وبتساولوا الـ Delete تمام حاليا هنفتح الـ Play Store مش هيشتغله هو اول مرة لانه عم يساول ريسيت للديتا هنرجع نسكره و هنرجع نفتحه مرة تانية طبعا ممكن ياخد شوية وقت لو ما فتح معاكم ضغري رجعوا سكروا ورجعوا فتحه و هيشتغل هي بس لانه سوا Clear للديتا تبعيته هنرجع نفتحه و نشوف بعد ما فتحنا هتكتبوا Rainbow Six Mobile و هتطلع لكم اللعبة هلا هيتطلع لكم Pre Register تمام لانه في شغلة بعد لازم تسويها بس تفوتوا على الـ Play Store مرة تانية بتكون تسوي حساب يعني بس فوتوا اضغطوا على الصورة و سووا هون حساب جديد من تحت انه بيطلع لكم Add Another Account انتو مشغلين الـ VPN بتفوتوا بتسوي حساب انا او ردي سويت واحد اسمه احمد كندا بفوت من هذا الحساب شايفين كيف هلا قلب الحساب من فوق طيب هنرجع نسوي هندور مرة تانية على الـ Rainbow Six Mobile هيتطلع لنا نفس المشكلة لانه لازم نرجع نسوي Clear Lead Data او محطلع لنا المشكلة او ردي سوينا Clear Lead Data متما سويتوا حساب جديد انتو مفعلين الـ VPN هتطلع لكم اللعبة و هتقدروا تنزلوها هتسوي لها انستول هتشوفوا كيف انا هلا هتسوي لها انستول رح سسرع المقطع بسوي لها اللعبة هاي نظامية شغالة 100% يعني هاي هي الطريقة طريقة هي اول شي تحملوا الـ VPN يلي ورجعتكم اول المقطع تاني شي تتصلوا الـ VPN على كندا تالت شي تفوتوا على الـ Setting تبعية الـ Play Store وتساوو Delete وترجعوا على الـ Store وتساوو حساب جديد حساب انتم مفعلين الـ VPN بس سويتوا الحساب الجديد هتطلع لكم اللعبة رجعوا دوروا على اللعبة لو ما طلعت او طلع الـ Register رجعوا ساوو Clear للـ Data ورجعوا دوروا على اللعبة بالـ App Store او بالـ Play Store و هتطلع لكم اللعبة و هتقدروا تنزلوها طبعا انا مفاعل الـ VPN عشان هيك التحميل عندي بطيء شوي رح اشوفكن بعد ما ينتهي التحميل اشوفكن بعد ما ينتهي التحميل و هتطلع لكم اللعبة تنزلت و صارت جاهزة انو نلعبها فيكن اتساكروا الـ VPN فيكن تخلوه شغال و ما نحتاج الـ VPN هلا أبدا اللعبة انا نزلت عنها و يمكننا نلعبها الـ Direct من الـ Play او من الألعاب اللي لدينا متى ما اضعنا Play اللعبة ستبليش ياريت تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع و استفدتوا لو عندكم اي 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 استفسارات ياريت اضعونا ايها بالتعليقات او تكتبوا ليها في الـ Discord رابط الـ Discord في الوصف و نشوفكن ان شاء الله بمقطع جديد سلام او تركوا في القناة انت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا على معجة شاركة على المحل المحل المترجمات لدينا المكان للجارة محل المشيطات محل المشيطات لديه المشيطات محل المحل المحل المترجمات سوف تجد الأميسي المشيطات طالح الفقرين اجهز ملتقى اجهز ملتقى اجهز ملتقى صبت ملتقى بجرد ملتقى ملتقى المنزل من المكان في المكان مجبب اشترك هذا المكان و اشترك أي شخص يحاول أن تساعدك المنزل على المشاركة المنزل على المشاركة المشاركة أرى لماذا تحصل على المشاركة المشاركة